لعلكم تتابعون أنهم يوم 11 رح يكون فيه لقاء كما سماوه للقاء قمة للجامعة العربية وين في السعودية عند أبو منشار اللي رح دائر الآن الهالوين الهالوين في السعودية كانوا وما زالوا يجرمون وبعضهم يكاد يكفر من يحتفل بالمولد النبوي أنا شخصية لا أحتفل به لكن هم كانوا يكفرون ويجرمون ويغلظون القول لمن يحتفل بالمولد النبوي ماذا هم يحتفلون الآن؟ يحتفلون بالهالوين والهالوين هو في الحقيقة احتفال خليط أنتع مسيحي شركي وأصبح قول عليه أي شيء إلا أن يكون فيه عنده علاقة بالمسلمين الذين جرموا الاحتفال بالمولد النبوي وكفروا بعض الناس اللي احتفلوا بالمولد النبوي وما زالوا يفعلون يحتفلون بشكل فضيع شوف هذا الفيديو على السريع شوف في الرياض سعودي في الوقت اللي يقتلون الآن هذا طبعاً إضافة إلى احتفالات الرقص الفاضح احتفالات يجيبوا امرأة تقول أنا منش عارفنا قولوا إلى ربكم وأنا ربكم هنا والمرأة هي ربكم وقولوا لأنبياؤكم ورقم شفتوا هذا الموضوع تكلمنا عليه وربما شتوا في أماكن أخرى وين في الأرض المقدسة للمسلمين في هذه الأرض المقدسة للمسلمين الذي يعبث بها ابن سلمان ومن معه عبثاً رهيباً غير مسبوخ في التاريخ يريدون أن يجمعوا قال القمة عربيهم بعد قمة إسلامية يوم 12 نوفمبر لن يخرج إلا الذل من هذه القمم وهذه القمم في الحقيقة هي للخداع لخداع شعوبهم واللي بقية في الشعوب ما زالت فيه موقف مع الناس ومع إخوانه ومع الإنسان عموماً شوفوا شي يقول أحد وزراءه لما سئل في برنامج قالوا له هل موضوع البترول مطروح لأن أقل شي مثلاً اليوم الكائل الإسرائيلي يمنع قال لهم قطرة وقود ما تدخلش قطرة وقود قطرة بنزين أو قاز أو مازوت ما تدخلش ولم تدخل منذ 33 يوم إلى درجة أن هناك من مات جوعاً أطفال لا يجدون ما يأكلون فكالناس ضرحت عليهم قالوا قولوا أنتم ما تقولوش تبعتوا الجيوش تبعتوا السلاح هذا أنا عارفينكم ما تقدروش وما تديروش قولوا فقط بأننا قد نمنع البترول فكان وزير النفط هناك أو واحد من المزارة السعود شوفوا شي يقول يدخل قحقه مش رد مثلاً بتأرد معين مثلاً يقول لا لا نستطيع أن نفعل ذلك أو أي كلام ضحك يعني صحفي طرح له السؤال وهذا صحفي غربي يقول له هل تستخدمون الاقتصاد في هذه الأحداث التي تجري تستخدمونها كأداة للضغط يعني وبعد قالوا مثلاً ترفع أسعار البترول مثلاً ما قالوش تقطعوا البترول أضحك قحقه لأنه عارف بن سلمان كيفاش يفكر بن سلمان ستخرج يوماً ما أدلة وفضائح تقول باللي بن سلمان كان يمول هذه الحرب الصهيونية على غزة كما يفعل بن زايد هذه الاثنين أكيد يوماً ما سترونها وستخرجها بالفضائح وستذكرون ذلك ترجمة نانسي قنقر